أهلا بكم نهارة نساء الله مرحباً سيدين سميت الله الإنجليزي بانهال propositions ON IN AT AGO IN RELATION TO TIME فالله واقع دينتا بالProposition ON عندنا هنا الProposition ON ده هو بيستغرم مع الأيام بيستغرم مع الأيام سيدي عندنا ON SATURDAY ON SUNDAY أو ON 4TH SEPTEMBER عندنا هنا الإجزامبل WE DON'T GO TO SCHOOL ON FRIDAY احنا نروحش من دسا يوم القما ON FRIDAY عندنا الProposition IN ده هو تحنا نستخدمون لترى الاستغرمات الاستغرم الأول هو بيستغرم مع السنوات أو بيستغرم مع الشهور يعني مع الشهور أو السنوات أو في فترات النهور زي عندنا في السنوات IN 1990 أو IN 2010 أو عندنا IN OCTOBER أو IN SEPTEMBER احنا عندنا في المسالين الأوليين عندنا بتستغرم مع السنوات وعندنا IN OCTOBER أو IN SEPTEMBER دوت مع الشهور وآخر حكي بتستغرم مع الفترات زي عندنا IN THE MORNING أو IN THE AFTERNOON أو IN THE EVENING وعندنا هنا We have our tests in December احنا اللي متحنية بتاعتنا في شهر آآ في شهر دي سنوات عندنا هنا عندنا 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 يستغرم مع توقيت الساعة يستغرم مع توقيت الساعة زي عندنا عندنا at 4 o'clock يعني الساعة الرابعة أو at 10.30 يعني الساعة عشرة ونص وطبعا كده بيبيض لنا قبل استغرم مع الساعة سواء كانت بالعقالب أو الساعة الرقمية عندنا هنا الإكزامبل she usually gets up at 6.30 in the morning عندنا هنا البروزيشن أغو معنى فيما مضى فيما مضى عندنا زي 200 years ago يعني من 200 سنة فاتوا 200 years ago عندنا example my sister went to the went to zoo three weeks ago أختي راحت لي حديقة الحيوان من ثلاث أسابيع وإحنا كنت علمنا في الدرس الأول on and at وعرفنا إن on بتستخدم مع الأيام وعرفنا إن مع السنوات ومع الشهور ومع الفترات في النهار وعندنا add بتستخدم مع الساعة وأغو بتستخدم بنقول اللي هو مثلا من كم وقت مضى عندنا هالأسئلة شو is the correct answer he was my classmate two years he was my classmate two years طبعا هنقوم مختارين أغو two years أغو he was my classmate two years أغو وعندنا آخر نقطة ديت إنتوا هتحلوها لنا وتبعتوها لنا تحت الفيديو وبكي نكون خلصنا نرسينا النهاردة ونقابلكم نرسيدين مع نفهم نتعلم ببساطة